السلام عليكم عاملين يا شباب جونيور فور معانا دلوقتي اللي هو درسين خمسة وستة في يونت فايف تعالوا دلوقتي ندخل على الفوكابليري الاول وبعد كده ندخل نشوف الدرس بقى بيتكلم عن ايه احنا عندنا درس النهاردة بتاعنا ريدنج موضوع قراءة جميل جدا 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 نشوف الاول الكلمات اللي عندنا يالله بينا بروز يعني ايجابيات او مزايا مثلا ايه هي مزايا وظيفة معينة كونز اللي هي السلبيات او العيوب ايه هي سلبيات او عيوب وظيفة معينة وهكذا يبقى بروز ان كونز يعني المزايا والعيوب باكيك كلمة ايك دي الوحدها يعني واجع او قلم باك اللي هو الظهر فلما اقول باكيك يعني قلم الظهر او واجع في الظهر اوكي اللي بعده weather weather يعني الطقس او الجو heavy heavy يعني تقيل everybody everybody يعني كل شخص الناس كلها الجميع bad points bad points points يعني النقاط دي جمع كلمة point point يعني نقطة points يعني النقاط وباد يعني حاجة سيئة فلما اقول bad points يعني النقاط السيئة report report يعني تقرير bring يعني يحضر او يجيب يجلب يجيب حاجة good points عكس bad points good points يعني النقاط الجيدة bad points يعني النقاط السيئة او السلبية mail bag mail bag يعني شنطة و mail اللي هو البريد يعني شنطة البريد الشنطة اللي بتبقى معها ساعي البريد اللي بيشيل فيها طبعا الجوابات او الباكيجز الطرود عشان يوصلها من مكان لمكان تعالوا اللي ندخل على الدرس بتاعنا اللي هو الجزء reading موضوع القراءة ونشوف بقى بيتكلم عن ايه my name اسمي is sherefa اسمي يكون sherefa in class class اللي هو الفصل يعني في الفصل this week this يعني هذا week يعني الأسبوع يبقى في الفصل الأسبوع ده we are talking about talk about يعني يتحدث عن يبقى we are talking about احنا بنتحدث عن او بنتكلم عن the good and bad things good يعني جيد bad يعني سيء و things يعني الأشياء يبقى احنا بنتكلم عن الأشياء الجيدة والسيئة about يعني عن different jobs different different يعني مختلف تاني اسمها ايه different يعني مختلف و jobs يعني وظائف بنتكلم عن الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة عن وظائف مختلفة my aunt يعني عمتي is بصة شباب aunt يعني عمه او خاله اللي تنصح my aunt يعني عمتي is تكون a mail carrier mail carrier يعني ساعي بريد تاني mail carrier يعني ساعي بريد يبقى عمتي بتعمل كساعي بريد in America في امريكا i talked انا تحدثت تحدثت يعني اتكلمت دي الماضي بتاع فعل talk talk يا تحدث واخد بليل l silent مش بانطاها talk يا تحدث الماضي بتاعها talked تحدث يبقى انا تحدثت to her كلمتها يعني كلمت معها about يعني عن her job job يعني وظيفة her job يعني وظيفتها and where she told me she هي told دا الماضي بتاع الفعل tell tell يعني يخبر tell يعني يخبر الماضي بتاعها دا فعل irregular يعني غير منتظم يعني في الماضي عشان اجيب الماضي بتاع ومش بحط له g او eg او ieg وما لبقى عمل ايه مستر لا دا انا بحفاظه يبقى tell الماضي بتاعها ايه told يعني اخبرها يبقى she told me هي اخبرتني some يعني بعض some of يعني بعض ايه بقى some يعني بعض ايه بقى some بعض ايه اخبرتها بعض ايه the pros and cons pros المزايا and cons العيوب يبقى المزايا والعيوب بتاع ايه قالت لي ايه بقى بعد كده pros and cons يعني المزايا وعيوب of being لكونك a male carrier لسا كونك ساعي بريد ايه الحاجات الحلوة زي ما قلنا المزايا الحاجات الكويسة cons اللي هي العيوب اللي هي الحاجات اللي مش كويسة السلبيات بتاع الوظيفة what is it like كيف يبدو to be to be يعني يكون كيف يبدو ان تكون a male carrier ساعي بريد قالت لها there are يعني يوجد بس معها الجامع يعني اللي هيجي بعدها لازم تكون حاجات جامعة there are some يوجد بعض good and bad points points يعني نقاط يبقى فيه نقاط سيئة ونقاط جيدة about that job عن الوظيفة يعني فيه حاجات كويسة وحاجات وحشة عن الوظيفة دي on one hand ايه on one hand يا مستر hand دي يعني ايد طب ايه اللي جاب اليد هنا بصوا شباب on one hand ده تعبير كده بيتم استخدامه بمعنى من ناحية من ناحية الموضوع كذا كذا ومن ناحية تانية الموضوع كذا كذا وصلت لعين ما يبقى فيه عندي ناحيتين بتكلم فيهم يبقى on one hand يعني من ناحية on one hand يعني من ناحية male carriers ساعة البريد اللي هما الناس اللي بيشتغلوا كساعة البريد or يكونوا outside outside يعني بالخارج بيبقوا برا يعني في الشارع all day طول اليوم this is great هذا يكون عظيم when oh عندما the weather is good ده الموضوع ده بيبقى كويس لما تقصب يبقى جيد but it's not fun it's not fun يعني الموضوع مش لطيف fun يعني حاجة ايه حاجة ممتعة تمام لما يقولي it's not fun يعني الموضوع مش ممتع الموضوع مش ظريف مش كويس when عندما the weather الطقس ماله بقى when the weather is very hot لما الطقس يبقى حرى جدا or or wet wet يعني مبلل يعني يبقى في مطر and cold يعني سائع mail carriers الساعي البريد walk بيمشوا all day طول اليوم اسمها ايجي walk 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 يعني يمشوا all day طول اليوم and get يحصلوا على get يعني يحصل على يبقى get يحصلوا على a lot of الكثير من exercise exercise يعني التمرين اسمها ايه مستر انطقها تاني exercise ممكن مرة كمان exercise exercise يعني التمرين او الحركة البدنية they هما also ايضا speak speak يعني يتحدثوا بيكلموا speak to بيكلموا a lot of people الكثير من الناس this is هذا يكون a nice part nice part يعني جزء لطيف تمام part يعني جزء nice لطيف ده جزء كويس of the job ان انت بتحصل على تمرين وبتكلم ناس كتير حلو دي حاجة كويسة تمام everybody كل شخص او الناس كلها likes تحب getting mail تحصل على mail البريد يعني ايه الناس اللي بيكلموهم يعني الساعة البريد لما يروح لحد بيبقى مبسوط الحد اللي جايل اللي لاني في حاجة جايلة ممكن تكون هدية مثلا او حاجة هو طالبها فالناس بتبقى مبسوطة so ولذلك everyone الجميع everyone زي everybody يا شباب everybody يعني الجميع everyone يعني الجميع يعني ناس كلها likes بيحبوا meeting يعني مقابلة بيحبوا يقبلوا the mail carrier on the other hand نقولها ثاني on the other hand يعني من الناحية التانية بقى هنا on one hand يعني من الناحية on the other hand على الجانب الاخر او من الناحية الاخرى يعني انا بستخدم اللي اتنين دول في ايه لما يبقى عندي حاجتين مختلفتين تمام يعني انا هنا كلمت على الجزء اللطيف الجزء الكويس في الشغلانة اللي هي mail carrier ساعة البريد فقال لي on one hand يعني من الناحية وقال الحاجات الكويسة طب بطلاج بقى يسرد او يكلم عن الحاجات الوحشة استخدم بقى الكلمة التانية اللي هي on the other hand يعني من الناحية الاخرى there are you got also ايضا some يعني bad bad things قلنا things يعني ايه شباب things يعني اشياء وbad سيئة في اشياء سيئة to think about انك تفكر فيها بخصوص انك انت تبقى ساعي بريد ازاي being a male carrier being a male carrier يعني كونك ساعي بريد is not لا تكون easy يعني يكون نفيها is not لا تكون an easy job job يعني وظيفة طب easy mister easy يعني سهلة هل هي سهلة لا ده هو بيقولك is not an easy job مش وظيفة سهلة the male bag شنطة شنطة البريد is very heavy يعني ثقيلة very يعني جدا تقيلها قوي it can من الممكن هي ممكن give تعطي أو تسبب some male carriers لبعض ساعي البريد a back ache اسمها ايه تاني يا مستر back cake تاني back cake يعني ايه back cake دي يا مستر يعني ألم الظهر ألم الظهر اللي هو الألم اللي بييجي في الظهر لأن هي شنطة طئيلة شايل هيا يعيني فممكن تسبب له ايه وجع في ظهره another bad thing another يعني آخر في شيء سيء آخر ايه دا is that يكون ايه they انهم wake up اسمها ايه wake up wake up يعني يستيقظوا يستيقظوا يعني بيصحوا badly very early بيصحوا very early badly جدا my aunt عمتي اللي هي male carrier starts بتبدأ work العمل بتبدأ العمل at في six o'clock ساعة ستة in the morning في الصباح وهنقف لغاية هنا يا شباب وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هندخل على exercises تمارين على lessons five and six اللي هما الدرسين دول هما خمسة وإيه وستة ونبقى كده خلصنا unit five مبروك لو عجبك الفيديو اعمل لايك ولو ما عجبكش انت عارف هتعمل ايه برضو هتعمل لايك واعمل شير للفيديو مع زمايلك عشان يوصل لهم ولو لسه مشتركش في القناة على اليوتيوب اعمل subscribe عشان توصلك الفيديوهات بتاعتنا اول اول باول واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وسلام اعمل اعمل اشتركوا في القناة